عين الأزواج المرتبة من الرسم البياني للنقاط التالية لدي خمس نقاط النقطة الأولى ألف والنقطة الثانية باء والنقطة الثالثة جيم ودال وميم نريد أن نعين الزوج المرتب لهذه النقاط أولاً خلونا نعرف الزوج المرتب سين وصد طبعاً الزوج المرتب دائماً يعتمد على محور سين في العدد الأول ومحور صاد بالنسبة للعدد الثاني طبعاً هذا المحور سين وهذا المحور صاد بالنسبة للزوج المرتب الآن نأتي للنقطة ألف ونلاحظ النقطة ألف بالنسبة لسين وبالنسبة لصاد لاحظ معي بالنسبة لسين هي عبارة عن سالب ستة وبالنسبة لصاد هي عبارة عن أربعة إذن راح نكتبها بهذا الشكل راح يكون عندي ألف هي عبارة عن زي ما قلنا سالب 6 و موجب 4 سالب 6 و موجب 4 اذا نأتي للنقطة الثانية اللي هي نقطة باء ونلاحظ ان الباء بالنسبة للسين هي عبارة عن 7 وبالنسبة للصاد هي عبارة عن 6 اذا نقول الباء نمثلها بالمستوى او الزوج المرتب للباء هي عبارة عن 7 و موجب 6 نأتي للنقطة جيم لاحظ نقطة جيم بالنسبة للسين هي سالب 8 وبالنسبة للصاد هي سالب 2 اذا راح نقول عن الجيم سالب 8 بالنسبة للسين وسالب 2 بالنسبة للصاد نأتي للنقطة الرابعة اللي هي دال لاحظ الدال بالنسبة للسين موجب 4 وبالنسبة للصاد سالب 5 إذا راح نقول دال موجب 4 بالنسبة للسين والصاد سالب 5 نأتي للنقطة الأخيرة اللي هي نقطة ميم لاحظ معي بالنسبة للسين موجب 5 وبالنسبة للصاد هي صفر إذن راح نقول بهذا الشكل ميم خمسة بالنسبة للسين وبالنسبة للصاد صفر اللي هي نقطة الأصل إذن هذه الأزواج المرتبة ألف سالب 6 وأربعة بق سبعة وستة جيم سالب ثمانية وسالب اثنين دال أربعة وسالب خمسة ميم خمسة وصفر ننتقل للسؤال الثاني هنا السؤال يقول حدد ما إذا كانت العلاقة التالية تمثل دالة لديها هذه العلاقة اللي هي الأولى الرقم واحد واحد وسبعة هذا الزوج الأول واثنين وسبعة وثلاثة وثمانية وأربعة وثمانية وخمسة وتسعة أولاً لو حبينا نكونها دالة راح نكتب هذا الشكل دالسين بحيث أن الدالسين تساوي طبعاً تساوي سبعة في حالة أنه السين تساوي واحد وأيضاً تساوي اثنين نلاحظ أنه لما نعوض هنا واحد يطلع لي الصاد اللي هو الدالة بسبعة ولما نعوض اثنين أيضاً يطلع لي الصاد اللي هو الدالة بسبعة إذن السين في حالة أن الدالة هي سبعة في حالة أن السين تساوي واحد أيضاً الدالة تساوي ثمانية في حالة أن السين يساوي ثلاثة ويساوي أربعة ثلاثة وأربعة وأيضاً تساوي تسعة في حالة أن السين تساوي خمسة نلاحظ أن الدالة لما عوض بقيمة واحد بدل مكان السين رح يطلع لي سبعة لما عوض اثنين رح ينتج لي أيضاً سبعة ثلاثة رح ينتج ثمانية أربعة رح يكون الناتج ثمانية خمسة رح يكون الناتج تسعة فبهذه الحالة رح نقول عنها دالة لأنه كلما دخلت بالنسبة للسين طلع لي عدد واحد ما طلع لي أكثر من عدد إذن في هذه الحالة رح نقول عنها دالة أيضاً في اختبار ثاني في حالة عدم تكرار السين في العلاقة نقول عنها أيضاً دالة نلاحظ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لم تتكرر السين فبهذه الحالة نقول عنها دالة نأتي للرقم الثنين اللي هو واحد وواحد واحد وسالب واحد أربعة واثنين أربعة وسالب اثنين تسعة وثلاثة تسعة وسالب ثلاثة ونضع نكتب الدالة دال سين يساوي نلاحظ أنه في حالة أنه الجواب واحد لدي السين تساوي واحد في حالة سالب واحد نلاحظ أن السين تساوي أيضاً واحد وهنا لما أعوض دال سين للواحد أو دال واحد لا أعرف الجواب هل هو الجواب واحد أم سالب واحد فبهذه نقول عنها غير دالة أيضاً نلاحظ هنا أنه تكرر الواحد والواحد تكرر فبهذه الحالة بما أنه تكرر لمرة واحدة فقط نقول عنها غير دالة لمرة أو أكثر طبعاً ننتقل للسؤال الثالث أكتب قاعدة الدالة من الرسم البياني لدي رسم بياني هنا ونريد أن نكتب قاعدة للدالة لاحظ معي بالنسبة للمحور اللي باتجاه الموجب بالنسبة للسين بالنسبة للسين وبالنسبة للصد وأيضاً المحور الثاني اللي هو بالنسبة للسالب بالسين وموجب بالصد إذن جميع الرسمة راح تكون بالموجب للصد ولكن في جزء بالموجب للسين وفي جزء بالموجب للصد نبين شوف الدالة بالنسبة للجزء الموجب دال سين بالنسبة للموجب بالسين نلاحظ أنه هنا الواحد الواحد الموجب نلاحظ الواحد الموجب بالنسبة للسين عند الاثنين نلاحظ معي أنه عند الاثنين واحد الموجب نلاحظ الاثنين بالنسبة للسين عند الاربعة للصد الثلاثة للسين نلاحظ أنه عند الستة للصاد وأيضا الأربعة راح تكون عند الثمانية والخمسة عند العشرة إذا نلاحظ أن الصاد هي عبارة عن ضعف السين فبنقول إذا السين هي نصف الصاد فبنقول أن الصاد طبعا إحنا دائما نقول أن الدال سين هي تساوي صاد فإذا نقول عن الدالة الدال سين هي نصف سين طبعا هذه في حالة أنها من الصفر وأكبر فبنقول في حالة أن السين أكبر أو يساوي الصفر نأتي إذا كانت السين أقل من الصفر السالبة ونشوف لاحظ سالب واحد السالب واحد عند الموجة باثنين وأيضا السالب اثنين نلاحظ عند الموجة أربعة والسالب ثلاثة نلاحظ السالب ثلاثة عند الموجة ستة فبهذه الحالة أيضا نلاحظ أن السالب أيضا ضعف الصاد الصاد هي ضعف السين السالب ولكن الصاد بالموجة ولكن الصاد بالموجة إذا راح نقول عنها راح تاخذ إشارة سالب لماذا تاخذ إشارة سالب؟ لأنه في حالة أنه هذا سالب عشان يكون موجب لازم يكون مضروب في سالب عشان لما نضرب سالب في سالب يعطيني موجة لو كتبنا بدون السالب راح تكون هنا سالب ونعوض عنها سالب وبتطلع للناتج سالب وأنا عندي الصاد دائما بالموجة واحد اثنين ثلاثة أربعة فنلاحظ سالب واحد راح يعطيني اثنين موجة سالب اثنين راح يعطيني أربعة موجة سالب ثلاثة راح يعطيني ستة موجة فبهذه الحالة راح نحط السالب علشان لما نضرب في سالب سالب في سالب راح يعطيني موجب إذن في حالة أن السين أقل من صفر إذن هذه الدالة لاحظ معي هذه الدالة تذكرنا في دالة القيمة المطلقة اللي هي دال سين تساوي نص إذا كانت موجب أو سالب هذه قيمة المطلقة للسين إذن الدالة قاعدة الدالة هي نص للقيمة المطلقة للسين ننتقل للسؤال الرابع استخدم اختبار الخط العمودي لتحديد إذا كانت كل علاقة تمثل دالة الآن لدي هذه الرسمة ونريد نحدد ما إذا كانت هذه الرسمة تمثل دالة باستخدام اختبار الخط العمودي لنرسم خط عمودي مثلا هنا لاحظ لاحظ الخط العمودي تقاطع في نقطة وحيدة لنرسم خط آخر لاحظ هنا لم يتقاطع أيضا نقطة واحدة فقط التقاطع هنا في نقطة واحدة نلاحظ أن جميع الخطوط العمودية لن تتقاطع إلا في نقطة وحيدة فبهذه نقول عنها أنها دالة ننتقل لمثال الخامس أيضا نفس السؤال استخدم اختبار الخط العمودي لتحديد إذا كانت العلاقة تمثل دالة الآن نلاحظ نرسم الخط العمودي لاحظ الخط العمودي تقاطع في نقطتين فبهذه الحالة إذا تقاطع في نقطتين أو أكثر تكون ليست دالة بما أنها هنا تقاطعت في نقطتين إذن نقول عنها مباشرة ليست دالة إذن هذا الشكل البياني ليست دالة وشكرا